مدير الصندوق النقد الدولي سيدة كريستيلينا جورجييفا قالت انه تم حل القضايا الاساسية في مراجعة الصندوق لبرنامج قرض مصر نتوقع اتفاقا في غضون اسابيع معنى ايه الكلام ده جماعة ما خلي بالك انه صفقة زى صفقة او بالأدق اتفاق استثماري بخم زي اتفاق راس الحكمة بيطمن الشركاء بتوعنا زي الصندوق بيطمن البنك الدولي على سبيل المثال الناس كده بتطمن لانه بيشوف ايه يقولك يعني مثلا مثلا هو اكيد اكيد كان من ضمن الحاجات اللي مطروحة على مائدة النقاش والتفاوض ما بين الصندوق المفاوض المصري ايه هيا يا جماعة وسعر الدولار هيبقى عامل ازاي ولو تفتكر كان فيه تصريح سابق الكريستيلينا جورجييفا قالت ايه قالت يا جماعة مصر مش محتاجة تعويم ولا نطالبها بذلك لكن قد تكون في احتياج لسعر صرف مارين طيب لما بقى في عندي الحمد لله والشكر لله الفلوس دي يبقى ايه يبقى انا كده فرصتي اكبر ثقة المؤسسات الدولية فيه اعلى معدل الطمأنين اعلى لان انا كده ائتماني تمام الثقافية انا في التمام فلما ييجي بقى ان شاء الله الفلوس بتاعت السندوق ومعانا حاجات هو النهاردة دكتور مصطفى مبولي كان عنده اجتماع على منقشة العروض المقدمة لشراء الشركة الوطنية على سبيل المثال بس اللي يعني شكرا